اهلا بجمهور قناة قصة من حياتي حبايبنا قصصنا من حياتنا اليومية وبنعرض لكم كل انواع القصص وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس علشان احنا بنكبر بيكم وليكم ولكم منا كل الشكر والتقدير ويلا بينا نبدأ قصتنا يلا يا حبايبي يا احلى جمهور قصة من حياتي بتمنى منكم تشتركوا في قناتي التانية حكايات هنا هسيب لكم اللينك في اول تعليق مسبت اتمنى منكم تدعموني يا رب تنال اعجابكم ولقيت المدرسة بتبلغني ان يوسف وقع على دماغه وتفتحت وانه في المستشفى دلوقتي وعايز يتخيط والموبايل وقع من ايدي وقلبي وقع معاه وبدأت تموعي تنزل مش قادرة تكلم ولا قادرة تحرق وحسة اني مش قادرة اعمل حاجة وحاولت اجمع صوتي وانده على زين وعيط زين جري علي بسرعة وهو مخدوق من صوتي زينة حصل ايه انت كويسة يو يوسف ما له يوسف يوسف في المستشفى وكان واقف مصدوم ومش مستوعب اي حاجة قمت وغيرت بسرعة واخدني وروحت المستشفى وكنا بنجري واحنا دخلين المستشفى ناوهو وحسة اني نفسي مسحوب مني زين سأل على مكان يوسف واخدني من ايدي وروحنا الاوضة اللي كان موجود فيها وكان لسه بيتخيط وان ما قدرتش ادخل اشوفه واعدت على الارض وانا خايفة ومنهارة وبتخيل الابرة وهي بتدخل وبتخرج والقلم اللي هيحس به وحسة كأن انا اللي بتوجع مش هو حسيت بايده على ظهري كان زين قمت من مكاني بسرعة ودخلت في حضنه وكأني كنت مستندية لمسة من ايده بس علشان اعرف ان ليه الحق في حضنه وكان بيتطبطب على راسي بايده وانا بعيد وشديني في حضنه علشان اتطمن وكأننا بنواسي بعض وفضلت في حضنه وقت كبير لحد ما الدكتور خرج وبعدت عن حضنه بسرعة وجريت عالدكتور يوسف 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 قويس ما تلاقيش يا مادام هو قويس وتقدره تشوفه دلوقتي وجريت عالقوضة وخدته في حضنه وانا بابوسه انت قويس يا حبيبي قويس يا ماما بس ادميره اجعاني الف سلام عليك يا حبيبي شوية وهتروق يوسف شاطر وقوي صح صح يا ماما وزين دخل وحضن يوسف والدكتور سمح لنا نخرج فخرجنا واعدت جنب يوسف طول اليوم وحسيت بحاجة بتتحط علي فالتحت عناية كان زين بيغطينا نام يا زينة شكلك تعبان وتعدلت على السرير علشان انام وكان هيخرج من القوضة فمسكت ايده وانا ببصله والدموع في عيني وجاب الكرسي وقربه من السرير وبدأ يمشي ايده على شعري غمض عينك وكأنه بيطمني نامي نامي يوسف كويس وابتسمت له وغمضت عيني ونمت مساء الخير مساء هو احنا امتى دلوقتي احنا بعد الضهر انا نمت كل ده ويوسف يوسف مصحاش من امبارح لأ صحي وكان جعان واكلت ونام ومزحطنش ليه كان شكلك تعبان قوي فمحبتش اصحكي يلا فوقي بقى علشان انا طبخت وهنتغدل ابتسم حاضر زين ماما كلمتنا علشان نبقى عندها يومين بس لو انت هتبقى متضايق ما فيش مشكلة هاخد يوسف ونروح لانها عايزة تشوفه يعني اي كرار يخصه لك كامل حق انك تخديه خدوا يوسف وروحي وانا خلص شغلي وهاجي تمام تمام خدت هدوم لنا احنا التلاتة انا ويوسف وروحنا الماما وسلمنا عليها واقعدنا ويوسف بيحبها وهي كمان بتحبه وانا كنت ببص لهم وهم بيتكلموا سوا وببتسم عز ايه تاني من الدنيا غير عيلة بتحب بعضها وبينهم ترابط حلو بالليل زين جاه وسلم على ماما واقعد يتكلم معها كأنهم يعرفوا بعض من سنين وكل حاجة مشي كويسة اللي علاقت بزين مابتتحركش ماما خدت يوسف ينام معها وانا وزين روح نقطي نام على السرير وانا هنام على الكنبة تقدر تنام على السرير؟ لان الكنبة هتبقى صغيرة عليه وانا هنام على الكنبة خلاص نقسم السرير والنام علي لانا ما ينفعش تنام على الكنبة وانا على السرير خلاص تمام وانا اخدت الجنب اليمين من السرير وزين خدت جنب الشمال والأول مرة نام هو وطيفه محاوتنا ورحته ملت القوضة وكان نايم وانا كنت بفكر في علاقتنا وعلشان اوقف صوت دماغي لفيت وشي وحاولت انام وصحيت على صوت المنبه كانت الساعة تسعة ونص والمفروض زين يزحى دلوقتي علشان شغله وقفت قدامه وقربت من وشه نفس ملامح يوسف بس على كبير حواقبه تقيلة ورموشه طويلة وغمزاته وقفت بصله وابتسم وفجأة فتح عينيه والأول مرة أدقى في لون عينيه كانت سودا وأول ما فتحها بعد شوية بقى لونها بوني فاتح زينة بعدت عنه شوية وقل الشغل الشغل انت تأخرت على الشغل تمام قايم وعد اليومين وروحنا بيت زين النهاردة في فرح صاحبي وعايزك تختاريلي طاقم كويس كده اروح فيه ودخلت قطه وشفت الصورة اللي بتجمع هو وهنا ويوسف وتنهيت وقفت قدام الدولاب وطلعت له بدلة سودا وبنطرونه تشيرت سود ورشتهم برفان وطلعت له الساعة والكتش الأبيض وحطت له الطاقم قدامه وانا بتخيله عليه وكنت حاسة اني متضايقة لمجرد ان ممكن يروح الفرح وهو أمر كده والبنات يعكسوه وكان سايب الدبلة بتاعته على التسريحة خدتها وحطتها فوق الطاقم علشان يفتكرها ما هو أكيد البنات مش هيفكروا في راجل متجوز بابا يوفي عنيج أنا وماما معك الفرح مفيش مشكلة يا يوسف بس المهم ماما توافق وطلعت من القوضة ماما موافقة طبعا وضحكوا علي بس مش مشكلة المهم أكون معاهم علشان ما يبصش لوحدة كده ولا كده وطلعت بدلة ليوسف ولبسته وفتحت دولابي وطلعت فستان كان عندي ما لبستوش غير مرة واحدة في خطوب تحد من أصحابي وكان فستاني سود والبست وحطت ميكا وخرقت من القوضة وانا رفع فستاني ها ايه رأيكو فيه بوقفوا بصولي وما تكلموش هو الفستان مش مظبوط ولا ايه ايه شكل وحش زي الأمر ما قولتوش حاجة جديدة بس تعرفوا انتو كمان طلعين زي الأمر ما قولتوش حاجة جديدة يعني دحكت على تقليدهم لي ومسكت ايد زين وبصلي فعملت نفسي مش واخدة بالي وبايدي التانية مسكت ايد يوسف وروحنا الفرح وزين راح مع أصحابه وانا ويوسف قعدنا على الترابيزة نتفرج على الفرح زينة ايه ده مالك ازايك بتعمل ايه هنا العريض صاحبي مين الامر ده ده ابن يوسف اه اه الف مبروك على جوازك مقدرة تشاجل فرح علشان كان عندي شغل بره البلد الله يبرك فيك ولا يهمك اقبالك وفجأة زين جاه وقف قدامي مين ده ده مالك ابن خالتي وده زين جوزي ازايك يا استاذ زين تمام يلا يا زينة نمشي بس احنا ملحقناش نعود يلا يا زينة بعد اذنك يا مالك يلا يا يوسف وروحنا البيت وهو كان طول الطريق بينفخ فضيء وعرق ايده كانت بارزة ماله ده اكويس ممكن اعرف لازمي تاقيتي اوفي معاه هو شافني وانا رديت السلام وبس فين المشكلة انت شايف ان يفيش مشكلة يعني ممكن افهم فيه لا ولا حاجة وسبني ودخل قطو وقفلي الباب جامل وانا اتخضيت خدت يوسف وغيرت له هدومه ونيمت وخرق وقعدت في الصالة وانا متضايقة انا ما عملتش حاجة لكل ده هو حتى ما بيحبنيش وليه مهتمة اصلا اوف مع مين ولا مين وبعد شوية سمعت صوت باب قطو بتفتح بصت قدامي وعملت نفسي مش واخدة بالي وبص في الصالة فلقاني وقربوا عجانبي انا اسف ما حصلش حاجة تصبح على خير اسف انت كويس انا خايف من ايه من الحب الحب احلى شعور في الدنيا ماينفعش نخاف منه سن دراسه على كدفي بس لما يبقى مكرون بوجع لما يبقى مكرون بفراء يبقى لازم نخاف فهمت انه بيتكلم على هنا فتنهيت وقلت بس هي ما فرقتكش هي عطف دا موجودة جواه هي حواليك في الهوى اللي بتتنفسه وما ردش وبصت عليه لأيته نام تسيم وحطت ايدي عليه وسنت راسي على راسه ونمت صباح الخير يا زينة صباح النور عمتي كلمتني من شوية وقالت انها هتيجي مع بنتها تزورنا عندك مشكلة؟ لأ طبعا ينوره وزبطت البيت وجهزت الاكل ولبست يوسف وشوية ووصله وفتحت الباب لهم وسلمت على عمته وبنتها جات تسلم عليها سلمت عليها من بعيد تر في ايدها ما بنرح على لفسك يا شاب ودخل وقعدت معهم ويوسف جاء وقعد جنبي وشوية وزين جاء سلم على عمته وسلم على بنت عمته من بعيد عرستك طلعت حلوة يا زين ما تخيلتش تلاقي حد يقبلك بعد هنا انصدمت من طريق كلامها مع زين وفضل واقفه ما بتكلمش وهو ساكت وساكت ليه؟ وما يلاقيش حد بعد هنا ليه؟ ناقصة ايه؟ ناقصة ايه يعني؟ ارمل ومع ابنه من هيقبل بيه؟ طب انا حاولت عاملك كدفوا لها قرم الضيافة لحد دلوقتي بس من الواضح انك قللت الزوق وقالي للزوق ما يستحقش الاحترام وخليكي فهمة ان اللي بتتكلم عليه ده جوزي وابنه ده يبقى ابني وقت الزيارة خلصت يلا مع السلامة وحضرتك يا طن على عين وراسي والله يا ريت تعودي معانا لكن انا اسفة مش هقدر اتحمل وجود بنتي معاكي حق يا بنتي مفيش فايدة فيها بنتها ده جوزيك تقدم لها بعد موت مراته بخمس شهور علشان اكون ام اللي ابنه وانا رفض ولو كنت وفقت كنت هبقى مكانك دلوقتي حياته وفي قلبه مش في حياته بس زي قصدك ايه؟ قربت مني وبتسمت قصدي ان لكي مكانها في حياته بس ملكيش في قلبه يعني ما بيحبكيش معاها حق حصيت بنار في قلبي لاني بحبه بس هو ما بيحبنيش هو لسه عايش على ذكرياته انا وكنت موجوعة من كلامها بس بالرغم من ده عرفت اتعامل مع الموقف بصت لها وبتسم وقربت من زين وحضنته ومن قالك كده زين بيموت فيه وواضح ان المعلومات اللي عندك مش صح بيراجع معلوماتك ورفعت وشي وبصيت لزين صح يا زين وكنت عارفة انه ما بيحبنيش واني كلامها صح بس كان لازم اكبسها ومنولهاش اللي في بالها ومش هخليها ادهيني وكنت متمنية زين يفهم الكلام ده ويكمل معايا واتصدمت لما لقيته شدني على حضنه وبتسم وبتسم صح يا قلبي زين قلبي دق بسرعة لدرجة اني كنت حاسة بصده نبضة قلبي في القوضة وبنت عمته تغازت وهي وعمته ومشو وانا كنت لسه في حضنه واول ما خرجه نفخت بضيء وكنت هخرج من حضنه فشدني تاني زين خلص مشو عارف طب سبني طيب شكرا على ايه انك سهلت علي ان كنت عايزة اقوله بصت له بالتغرب فبس خدي كمل زينة انا بحبك والحب هو ذلك الشعور الذي يزغزغ قلوبنا برفق زين وزينة كده قصتنا خلصت وتوتا توتا خلصت الحدودة حلوة ولا ملتوتة مستنى رأيكم في التعلاقات وتقولوا قصتنا حلوة ولا ملتوتة سلام وبتده خلصت حلقتنا النهاردة انتظرونا في الحلقة الجاية احداث مصيرة جدا وما تنسوش تدعمونا باللايك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلوكم لأجزائي القصة سلام ترجمة نانسي قنقر